صباح الامل صباح السعادة صباح بكرة احلى اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم صباح بكرة احلى السبت من كل اسبوع وتعودنا معاكم نتكلم عن الاشعاعات ونحاول بقدر الامكان ان احنا نصحح الاشعاعات الخاطئة الموجودة احنا بنحارب الاشعاعات لان الاشعاعات بتهدم دول واحنا بنبني وهنفضل نبني على طول من ضمن الاشعاعات النهاردة عندنا زيادة يعني اشعاع بتقول زيادة تذاكر متره الانفاء طبعا الكلام ده مش مظبوط وهم قالوا ان التذاكر بتاعت متره الانفاء سبت مفيش تغيير فيها عندنا اشعاع تاني بيقولك تراجع الاقبال السياحة لا دول بيقولك ايه اللي اختشوا ماتوا ازاي يا سيدي التراجع الاقبال السياحة هم مش شايفين الدولة بتعمل ايه والسياح دخل ازاي وفي زيادة 28% من 2018 الى 2019 يعني في زيادة بالنسبة للسياحة ولسه جاينا طيارة لسه ابتدوا يشتغلوا البراطنيين عندنا تاني وبتدت السياحة ترجع تاني والحمد لله السياحة فيه نشاط عندنا بيقولك تهجير اهالي مدن جنوب بور سعيد وتهجيرهم الناس الجننة واللي بيشير الحاجات دي الجنن زي يوم يقوله ما بيعرفش ما بيفهمش ما بيقراش ما بيشوفش المسألة كلها ان الدولة بتعمل ازالة للي هم معتدين على اراضي الدولة ياريت الحاجات دي نبقى وهدين بنى منها بيقولك استراض منتجات غزائية بها اقراص مصرطنة انتشر الفترة الاخيرة واحد فاتح كيس من اكياس الكيك ويروح فتحه وروح مكسره وروح بيطلع الاقراص اللي هي المصرطنة اللي بيقول عليها اللي جاينا مش عارف منينه بتاع طيب تعال اشوف من اللي عامل الفيديو ده يقولك اصلا انا مشايره من فوزي وفوزي يقول انا مشايره من محمود ومحمود يقولك انا مشايره من المعوض وفي النهاية مش هتلاقي مين اللي مشايره هتلاقي جهات هي اللي مدخلاها مدخلا ايه مدخلا عندنا اشاعات ومدخلا عندنا فيديو عشان خاطر نعمل بتعمل بلبلة يعني الدولة قالت ان اي حاجة استراض موجودة بجمهورية مصر العربية امنة تماما مفيش اي حاجة من الكلام ده احنا عندنا رقابة صارمة وشديدة لان امن المواطن وغذاء المواطن وسحة المواطن اهم حاجة للدولة بيقولك ارتفاع نسبة خروج العاملين بوزارة التربية والتعليم واللي هو الخروج المبكر يعني طبعا هنا الوزارة بتقول ان الموظف حقه وده حق من حقوق ان هو يطلب معاش مبكر انما لما جم بحثوا لقى ان النسبة ما تغيرتش لزادت ولا قلتت هي النسبة هي هي من السنين اللي فاتت للسنة اللي احنا موجودين فيها كلام ده برضو غير مظبوط يا جماعة لازم نخلي بالنا نخلي بالنا الاشاعات بتقسم ظهر دول عاديكم شايفين لحد دلوقتي لبنان سوريا العراق ليبيا وعندنا يعني مشاكل كبيرة تمام ويمكن بعد كمان ترسيم الحدود بين ليبيا وما بين حكومة الوفاق الوطني الليبي وما حاولت ان هم يطلبوا مساعدات عسكرية من ليبيا واضح جدا تدخل الخارجي واحنا مش هنسكت على الكلام ده وهقول كلمة مهمة جدا قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي بيقولك محدش بيأكل لقمة القوي نرجع دلوقتي لحلقتنا معانا مع القانون وعندنا تصحيح للمفاهيم الخاطئة الفقرة اللي بعد مع القانون هي فقرة مع الأستاذ خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ونتكلم على مبادرة متميزة يا جيزة نتكلم في حاجات مهمة انتظرونا دلوقتي معانا المستشار يسري شاب المحمد بن ناق ده أهلا وسهلا مساعدتك أهلا وسهلا وجديك نورتنا وأهلا وسهلا بيك في صباح بكرة أحلى دايما صباح بكرة أحلى منوره بيك يا سلام طيب طيب احنا عايزين نقول النهاردة موضوعنا موضوع مهم جدا هو موضوع كلام أفلام يعني ايه كنت بعمل في التلفزيون المصري زمان برنامج اسمه كلام أفلام يجي الدكتور يكشف على واحدة يحط يده على اديها يقول له مبروك المدام حامل طبعا الكلام ده ما بيحصلش في الحقيقة فبالتالي احنا حلقتنا النهاردة مع المستشار الجميل يسري بيشهاب عن تصحيح المفاهيم اللي احنا متعودين ان احنا تملي يعني نبقى موجودين فيه وهو ايه نبص في الأفلام مثلا عند النطق بالحكم يميل القاضي يمين وبعدين يميل على القاضي الثاني الشمال وبعدين يقول ايه الحكم الكلام ده بيحصل في الواقع يسري بيش بص يا فانديم انا بس قبل ما اتكلم عن الموضوع ذاته يعني ايه احنا كده صالما هنتكلم عن الأفلام يبقى هنتكلم عن السينما يبقى هنتكلم عن الإبداع السينما صناعة السينما بتدخل دخل قومي للبلاد السينما اصبحت مؤسسة تبقى لقانون 21 لسنة 58 اصبحت مؤسسة عامة وانا استسمح معليك طالما هنتكلم عن السينما او الأفلام يبقى لازم نتكلم عن الإبداع وطالما هنتكلم عن الإبداع انا استسمح معليك من خلال الهوى انا بتوجه بخالص الشكر لسيد الدكتور علاء عبدالهادي رئيس اتحاد نقابة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والدكتور مختار إيسا والدكتور يوسري العذب والمصور الجميل وليد جمال بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ومدير قسم التصوير بأسرار المشايا لأن الناس بتعمل ندوات توعية جميل على السكر للناس اللي هما بيقدموا بيعملوا ندوات يا فندي بيعملوا ندوات انا شخصين حضرتها بتصحح المفاهيم الخاطئة لدى بعض العامة من الناس ونشر القيم والمبادئ والأخلاق تمام طيب نرجع لموضوعنا ولتصحيح المفاهيم القانونية ونرجع لسؤالنا هل من الطبيعي زي ما بنشوف في الأفلام ان يميل القاضي على العضو اليمين والعضو الشمال وفي الآخر يمطى الحف أولا هو هو القاضي يجوز أن يتشاور مع العضو اليمين ويجوز أن يتشاور مع العضو الشمال اه إذا كان ده بيحصل في الجلسة العالمية أو في الجلسة السرية تمام في جميع الأحوال بيجوز للقاضي أنه هو يستشير أحد أعضائه ولكن في نهاية الأمر بيغضع الأمر لرئيس المحكمة الشخصية فإذا كان بيتشاور مع العضو اليمين أو بيتشاور مع العضو الشمال لكن في النهاية هو يجوز ان هو يتشاور معهم طبعا يجوز ان هو يتشاور معهم طبعا لكن رأيه مش ملزم بالنسبة لي يعني هو يجوز ان هو يتشاور هنا ويجوز ان يتشاور هنا ولكن في النهاية الحكم اللي بيصدر بيصدر من القاضي ذاته تمام طيب عندك في فيلم مثلا الجلسة السرية بتاع محمود ياسين عبدالقاذ الموضوع بتاع انه طلع في النهاية اكتشف ان الولد مش ابنه يعني الصدفة في الفيلم خلته يكتشف انه مش ابنه هنا عشان يزبط ده ايه الموضوع بقى يعني منحها القانونية بص يا فندم هو بالنسبة للتصوير اللي تم في الفيلم هو قد يكون تصوير اقرب الى الواقع ليه لان دعاوي اثبات النسب وانقار النسب في المادة 15 من القانون 29 الخاص بالاحوال الشخصية بس بيشترط للزوج ان يكون في دلائل على هذا الاتهام بالنسبة للزوج اللي بيتم ايه اللي بيتم ان مثلا يعني يكون الزوجة وضعت قبل ستة شهور او وضعت بعد سنة او وضعت بدون ان يكون هناك جماعة من الرجل او صفر للرجل فكل هذه الدلائل تسمح للرجل ان يرفع دعوة اسمها دعوة انقار نسب تبقى للمادة 15 من قانون الاحوال الشخصية المادة 15 من القانون 29 واللي بيحصل بقى لازم يجي تحليل البصمة الوراثية اللي هو الدين ايه المحكمة بتحيل الزوجة وبتحيل المولود الطفل اذا كان طفل او طفلة للتحليل البصمة الوراثية اذا ثبت للأب يبقى فيه ثبوت نسب اذا لم يثبت لهذا الأب يبقى فيه انقار نسب ده بالنسبة لانقار النسب واثبات النسب اللي جاء في الثاني طب يسري به شهاب المحامب النقد دو دستورية العليا خابير جرام المعلومات طاعده من نظام الجينيف الدولية عايزين نقول طيب يعني فيه حالة كانت جات كده هو حد كان بيشتكي انه برغم انه دي ايه اثبت انه هو مش ابنه ولكن القضي حكم برضو انه هو يعني انه هو ابنه لسبب انه هو مجاش عمل محضر اثبات حالة ومجاش بعد كده هو يعني طلع شهادة ميلاد وللأسف مش يعني هو برضو اللي طلع الشهادة يعني ده اقرار منه بان ده ابنه ومع ذلك القضي حكم انه هو ابن الفرس لا التحليل ده فاصل في الدعوة في اي مرحلة كانت عليها الدعوة وهو عندما يتشكك ان هذا الطفل لم يكن ابنه مش شرط ان الطفل يكن صغير ولا يكون كبير ولا هو بلغ النهاردة ولا ما بلغش النهاردة هو افرد ان التشكك ده حصل في اي وقت افرد الزوج كان مسافر وانجبت هذا الطفل وبعد كده لازم لا التحليل فاصل في هذه الدعوة طيب يترى يا يسري بيه هل التحرص في الافلام يعني انا بجد ان مثلا كتير من الافلام الموجودة دلوقتي بيبقى فيها تحرص سواء لفظي او حركي او الى اخر يعني هل ده يعاقب عليه القانون او ممكن المواطن انه يروح يعمل بلاغ او حاجة زي كده هو اولا التلفزيون والسينما فيه اجهزة رقابية شديدة جدا على هذا الموضوع ولكن احنا برضو مش هنختلف في الموضوع ده ليه لان فيه بعض الافلام الهبطة او الافلام اللي بتعرض اشياء مخلة للاداب او مخلة بتفسد الزوج العام فكل من يتحرش قولا او فعلا تبقى لنص المادة 306 من قانون الوحوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وقد تزيد هذه المدة الى سنة وسنتين في حالة العود فالتصوير اللي بيحصل في الافلام ده ده يعد نوع من انواع الفعل الفاضح مايعتبرش يعني ايه مايعتبرش تحرش ولكن يعتبر فعل الفاضح فالمفروض ان في الواقع احنا يعني فيه الحل وفيه الوحش احنا بنتفرج على افلام مثلا يعني في السينما افلام هبطة جدا وبتفسد الزوج العام والاصفال والاشخاص في المجتمع المصري بينطبعوا من هذا الانطباع ولكن الافلام دي نوعين زي مثلا يعني الافلام الهبطة عبدو موتا فيلم ريكلام فيلم حينما يصارة هي فوضى كل دي فيها احاقات وتلميحات واشارات اباحية يحق لكل شخص انه يحرك دعوة ضد هؤلاء الاشخاص يعني انا ممكن ان انا كمواطن عادي اروح اعمل محضر اعمله فين في الاسم ولا في النيابة في الاسم او في النيابة ده انت شبت فعل فاضح من حقك ان انت تقوم بالتبليغ في اي وقت طب هنا يسري بيه يا ترى مين هنا اللي بتحاسب المخرج ولا المنتج ولا الممثل والله كل من افسد كل من افسد الزوء العام كل من ساهم وكل من شارك وكل من حرد على ارتكاب هذا الفعل يعد فعل ولكن برضو علشان ما نكونش ظلمين او يعني اي وانحنا برضو مش هجيني بظلمين اه فيه عن نقيد تماما يعني انت حضاك اتركت على فيلم الممر اه مشاء الله على الطريق الى اله اه طبع على فيلم على اخر مسلسل في مان باي بتاع الفنان خالد النبوي اي دي حاجات هدفة وجميلة يوميات ونية اللي علمت ابنائنا ومازالت بتعلم احفادنا ازاي التربية تكون سليم اي ففيه الصح وفيه الغلط ولكن كل من افسد الزوء العام كل من عرض اشياء مخلة تخل بالنظام العام ده يعتبر فعله فاضح ويخدش الحقيقة العام يعني حتى يعني تكسيد تكسيد مثلا مشاهد زي مثلا عندك فيلم المختصبون بتاع الفنان حمد الوزير بقى انه فنان جميل وراجل مهزب جدا والفنانة الجميلة ليلة علوي الشكل المفزع دوت في الفيلم هل يعتبر ده فعل فاضح؟ رغم انه بيجسد بيجسد يعني حالة كان ممكن يجسد بطريقة ما تستفذش الناس او ما تعرضش اشياء مخلة لان جريمة الاختصاب دي اساسا تحدث عن القانون في المادة 267 الاختصاب بقى اللي برا السينما مش اللي هو السينما يعني الاختصاب هو اعتداء جنسي كامل فمش معنى عشان انت تتصور الاختصاب تجيب لي واقعة اعتداء جنسي كامل في التلفزيون علشان ولادنا يشوفوها وبناتنا يشوفوها ما ينفعش الكلام ده طيب ندخل من كلام حضرتك لنفس المشهد هل في الواقع بقى هل الاختصاب لو اقترن بسرقة لو سرق الشنطة بتاعتها اللي فيها الفلوس لو الاختصاب اقترن بسرقة ده بيبقى فيه تجد للعقوبة؟ تمام يا فنان هو احنا زي ما قلنا بحضرتك الاختصاب هو الاعتداء الجنسي الكامل ولكن بالقوة او بالاقراف وهنا بتنعدم الارادة يعني انت شل حركة المدن عليه هو ده يعتبر القوة القاصر حتى لو هو موافق يعتبر بالقوة لان القاصر معدوم الارادة المعتوه والمجنون يعتبر بالقوة لان معدوم الارادة تمام من واقع بقى المادة دي بتقول ايه؟ من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد المؤقت امتى بقى تصبح المؤبد؟ ده محاضرك بتقول كده لو لو اقترنت بجناء اخرى يعني لو هناك بسرقة مثل مثلا او الخاص يعني لو اقترن الاختصاب بالخاص لو اقترن الاختصاب بالسرقة لو كان هذا الاختصاب لاحد الاصول او لاحد الفروع او للخدم ممكن هنا يتم تجديد العقاب طيب امتى يوصل للعقاب يا يسري بيه للإعدام؟ اذا اقترنت الجناية بجناية خاص ممكن تصل للإعدام يعني تم الخاص وتم الاختصاب ولكن يكون الاختصاب بالقوة كذلك نفس موضوع حطك العرض اذا كان هناك قوة فالموضوع بيختلف كل وجود بيعاقب بالاشغال الشقة المؤقتة اذا كان قاصل او لم يبلغ سبع سنوات ولم يكن هناك قوة فهنا هاتك العرض يعتبر جنحة ليه جنحة؟ لان ما تمش استخدام فيه القوة وهاتك العرض خلاف الاختصاب الاختصاب هو الاستصال او الاعتباء الجنسي الكامل طب ايه هو هاتك العرض؟ هاتك العرض هو لمس احد العورات فقط تمام دون ان يكون هناك وده يمكن يدخلنا للتحرص يعني مثلا لو فيه شباب واقفين على نصية او على مكان ما وانثة معدية تحرص بيه هل التحرص اللفذي يعتبر تحرص صبعا يفهم التحرش اللفذي والتحرش القولي والتحرش الفعلي والتحرش عن طريق الرسائل والتحرش عن طريق التليفون وإحنا اتكلمنا في القانون مية خمسة وسبعين سنة الفين وطمانتاشر الخاص بالجرائم المعلوماتية كل هذا يعد التحرش هل يا سيادة المستشار التحرش بيبقى من رجل لانثة بس ولا ممكن من رجل لرجل وأنثة لأنثة لا هو من رجل لأنثة من القاعدة العامة ولكن يجود أن يتحرش الرجل بصبي بصف لكن القاعدة العامة إذا رجل تحرش برجل فده ممكن يكون سب وقس ممكن يكون إهانة ممكن يكون ضرب لكن التحرش هو الإحاءات الجنسية إذا حتى حصل الإحاءات الجنسية مع رجل ورجل أو مرأة أو مرأة بالإحاء بالإشارة بالقول بالفعل باللفظ كل هذه الألفاظ تعد تحرش تمام طيب عايزين نقول طيب بمناسبة بقى أنك أنت برضو فنان قانون وكمان دخلت في الفن والمؤتمرات والندوات ومشاء الله عندك نشاط جميل في الجزئية دي من وجهة نظرك إزاي نصحح من الأعمال الفنية اللي مصورة بلدنا باستمرار يا رقاصة يا كباري يا بلطاج يا مخدرات تمام يا فني فهو بس أنا كنت يعني إيه عايز أقول إن السينما ونشأته مصر سنة 47 وأصبحت مؤسسة عامة بتقضع للقانون الكلام ده في سنة 58 السينما دي بتنشر القيم والمبادئ بتعبر عن ثقافة حضارة بتعبر عن ثقافة شعوب احنا نمتج من سنة حاجة وعشرين كمان تمام يا فندب لكن الأصباح لها الشكل القانوني الرسمي من سنة 47 من سبعة وربعين لـ 58 في القانون الرقم 21 ففي جهات رقبية شديدة جدا المصنفات الفنية أنا شايف إنها مش أي مبدورها بالفعل لأن لو أي مبدورها وقدر يعني أنا عايز أعرف من ساعتك كمان المفروض إيه المفروض يعملوه في إن مثلا فيلم ينزل من غير المصنفات أغنية تنزل من غير المصنفات لأن فيه حتى في الأغاني فيه خدش للحياة مهي فندب المصنفات حتى هم المبدعين بيروا إن الرقابة بتمنع أو بتحل من إبداعهم وده مش مظبوط وده مش مظبوط لأن النهاردة الرقابة لازم يكون فيه رقابة قانونية لازم يكون فيه رقابة دينية لازم أن يكون هناك رقابة على العقائد والأديان علشان خاطر ما يبقاش فيه تجاوز لأن التجاوز اللي يتجاوزه الممثل بيوصل النهاردة للمشاهد فالمشاهد يعتقد أن ده حقيق إذا كان خطأ سياسي إذا كان خطأ ديني إذا كان خطأ عقائدي إذا كان خطأ في الاقتصاد خطأ في الاجتماع خطأ في أي شيء المعلومة اللي بيقولها الممثل النجم نجم الشباك بتصل إلى الجمهور على أنه حقيقة فبالتالي يبدأ يصور نفسه على هذه الأشياء زي ما بيقول لحضرتك أفلام عبده موتا والألماني والركلام والأفلام دي صورت البلطاقي على أنه بطل قوم خلت الأولاد في الشوارع يعتقدوا أن البلطاقي ده هو البطل ويجب لك النهاية أن يموت في آخر دقيقتين طب أنا تطرقت على 30 حلقة وما شفتش الدقيقتين آخر حلقة ما شفته ومش عايزة شوف البطل بيموت ومش عايزة شوف البلطاقي بيموت فده الرقابة هنا بتعمل إيه بقى أنا ليه كنت بشكر رئيس اتحاد كتاب مصر وإحنا عايزينك تعيد تاني الشكر لأن أنت قلت اسم الأستاذ الدكتور يسر العذب من قامة كبيرة جدا من الناس المحترمة اللي لها تاريخ كبير يعني فهو يا فندم الدكتور يسر العذب والدكتور مختر إيسا والدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة للإتحاد كتاب مصر والمصور وليد جمال الناس دي بتعمل ندوات يومية في مركز الإبداع في سينما الهناجر في مكتبة القاهرة في دار النخبة الاجتماعات دي والندوات دي ندوات في منتهى الروعة ليه في منتهى الروعة؟ لأن هي بتفهم الناس الأدب والعلم والسينما والقانون والاجتماع والاقتصاد والسياسة والدين وتتحدث في شتى المجالات وبتخلي الناس صرف إيه هي القيم والمبادئ وده دور من أدوار الرقابة والرقابة المفترض أن هي الرقابة تقوم بتشكيل بعض اللجان للمراقبة على مركز الهناجر وسينما الإبداع ومراكز الإبداع والسينماات العامة والمصارح الخاصة علشان يكون فيه التزام بالقواعد القانونية السابقة ده كلام جميل احنا عايزين نقول برضو في من ضمن حاجات كلام الأفلام والله العظيم أقول الحق ويرفع أيدي كده الكلام ده مظبوط برضو احنا عايزين نصحح المفاهيم برضو القانونية في الأفلام عشان نتبقى فات هو طبعا هو مش لازم يرفع يده ولا حد مش لازم يعمل كده هو ده بقى اسمه الحبكة الدرامية أو يعني نوع من أنواع الاشتياق في العمل في السياق الدرامي لكن هو المفترض أنه هو فعلا في قسم قبل الشهاد لازم يقول إيه يقول والله العظيم أقول الحق بيقولها تلات مرات ولا مرات تلات مرات تثبتا للحق يعني عشان ممكن مرة الأولى لسنوية تلعسم المرة الثانية لسنوية تلعسم فتبقى التالتة أكيدة يعني ده أي موضوع محمود ياسين مثلا في الفيلم بتاع اللحظات كنت لست تتكلم فيه دلوقتي أن الجلسة بقت سرية ولا الجلسة بقت علنية هل يصري بيه من حق أي مواطن فيه حاجات حساسة ببيته أو بأسرته أنه يطلب من القاضي أن الجلسة بقت سرية تمام يا فنديم هو القاعدة العامة برضو علنية الجلسات تمام ما فيش حاجة اسمها الجلسة سرية يعني أريد أن أقول حاجة سرية وأنا لسه أقول لخضرتك هو هو القاعدة العامة علنية الجلسات في المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية علنية الجلسات والأحكام تنطق علنية علشان الناس كلها تسمع وتشوف وتستعز ولكن في المادة 186 من قانون الإجراءات أباحت للقاضي أن يجعل الجلسة سرية ولكن إذا كان هناك مراعاة للأداب العامة وخدش الحقيقة العامة يعني زي ما حضرتك ممكن تتكلم كده الموضوع هنتكلم في إحاقات جنسية هنتكلم في علاقة جنسية هنتكلم في موضوع يخدش الحقيقة العادة فيجود للقاضي أن يجعل الجلسة سرية تمام كلمة أخيرة تقولها للمجتمع تقولها للفنانين تقولها لصناع الأفلام والمبدعين كلمة أخيرة من المستشار يسري شهاب المحامب النقد والدستورية العليا خبير جرائم المعلومات عضو من نظام الجينيف الدولية أنا يا فندم سعيد جدا أن أنا دايما مع الإعلام الرائع الجميل ربي دايخاني نحنا اللي صعداء بيك يا سربي لأن إنت برضو حضرتك إحنا بتجيبك بالعافية دلوقت لسغل عندك كتير دايخاني أنت حضرتك برضو من ضمن البرامج اللي بتنشر القيم وتفاهم الناس ما فاهم كتير جدا إذا كان في القانون أو إذا كان في الطب فأنا بشكر سعادتك على الهواء حبيبي وكلمة أخيرة أحب أقول إلى كل نجوم صناع السينما إلى كل نجوم شباك السينما إلى كل منتج إلى كل مخرج إلى كل ممس أولا إحنا مبسوطين أنتم بترسموا البهجة على بسمة الشعوب ولكن نتمنى أن تكون هذه البسمة بهدف ونطلب منهم كمان احترموا قدسية الأديان لا تتعرضوا للعقائد الدينية ارحمونا من المناظر المخلة وحاجة تريعة كده ونجد الأجهزة الرقبية إنها تشوف شغلها بقى إنها تشوف شغلها بقى يبقى فيه شدية وإن شاء الله بإذن الله يبقى صباح بكرة أحلى صباح بكرة أحلى مع يسري بيه شهاب إحنا سعداء بيك وإحنا عارفين إن إحنا معطلينك عن جلسة دلوقتي جلستين مش جلسة واحدة حكمت المحكمة وانتهت الفقرة ونتمنى بإذن الله إن أنتم تبقوا معانا كل يوم سبت ومعانا الفقرة التانية مع خالد بيح جازي وكيه لوزارة التربية والتعليم بالجيزة انتظرونا بعد الفاصل ومتميزة يا جيزة